إرادتنا أولويات تساهم في إعطاء أمل للمواطن أن هناك دولة ومؤسسات تضع نصب أعينها خدمة المواطن كيف نخفف من معاناته عندنا الإمكانية عندنا الموازنات موازنات مالية مريحة بالنسبة للمحافظات والوزارات عندنا الصلاحيات عندنا الاستعداد لهذه الحكومة عندنا الاستعداد ننزل معاكم بالميدان ما راح نترك المحافظات لواحده أبدا تزامن الأخلاقي الوطني أن نكون معاكم في خندق واحدة مسألة أن نترك المحافظين سنتيا بدون اجتماع ونقول له اذهب أنت وربك فقاتل هذا مو صحيح هذا مو اسلوب لإدارة الدولة الوزارات والمحافظين كنا في خندق واحد احنا مو فريقين احنا فريق واحد لا نريد تقاطع ولا نريد سجالات وكتابنا وكتابكم واجتهاد من موظف في وزارة أو في محافظة ودخلنا في عرقلة لا خصوصا المشاريع والقضايا التي تهم المواطن هذا يحتاج لها أولوية والتحرك سريع ومباشر اليوم نقول شلون نوفر فرص العمل البطالة هذا ليس شيء مركزي مطلوب من الدولة ولا تشريعات هذا يفترض يدخل في صلب تفكير القائد المحلي المتمثل بالمحافظة يختار المشاريع من هي المشاريع اللي يتوفر لفرص عمل يختار المشاريع اللي ممكن ينطيها للمستثمر ويساعد المستثمر ويوقف مع المستثمر أمام الملأ مو يستحمعتها لا هذا المستثمر أنا المحافظ متبني لأنه ينفذ لمشروع يوفر كذا فرصة عمل ودافع لهذه الفكرة فكون ننتقي هذه المشاريع أكو مشاريع تدرج في موازنات المحافظات ممكن نفذها القطاع الخاص ليش أروح أن نفذها من موازنات اللي هي أفترض أو أوجهها للخدمة خدمة المحافظة وهنانا واجب وزارة التخطيط أنه تكون تراعي هذه العملية بعد مقضية تعطيل أو عرقلة إدراج مشروع بقدر ما أتأكد من أن هذا المشروع فعلاً يمثل أولوية لأولوياتنا أهدافنا الخدمات أكو مشاريع مستثمر ينتظرها من عندك نفذها من خلاله فالمشاريع اللي تؤمن توفير فرص عمل هي تكون أولوية لأنه إحنا رفعنا شعار أو أولوية مواجهة البطان شكراً للمشاهدة